شو شو جماعة بلف زبني لازينة? انا لان اتركك ولان ادعك في شأنك اخبط يا مدير. اطلع ياصطي. يا لهوي. يا لهوي يا جدعان. خب. يا لأ. امشي يا لأ. امشي يا لأ انت هو. يا ابني لازينة. يا لهوي يا جدعان. بي حولها لقواتي الا بلات. هذا انت هو. انا قاعد اقول بقى الحلقات اللي فاتت ليه ده من ما بترش. واعد اقول لان انا جامد للدرجات دي فهم انت ازاي? وطبعا انا ايديه واخد على الاكل والشرب وكده يعني. الا في حد فيك وفجعني في الت تعليقات قالي عم يميده خلي بالك يا جماعة على فكرة القناة الخضرة يعني ما بكراش تعليقاتها او يعني خاصة لما يكون مشغوله كده يعني. المهم قالي عم يميده خلي بالك الهيل بتاعك ما منزلش ابص ايوة الله فعلا ده ما منزلش. فاكتشفت ان انا كنت معدل حاجة من فترة الحاجة دي كنت معدلها عشان اقدر اشغل المدات في هنا. يعني كنت عايش شغل مدات هنا يعني وكده. فمن ضمن التعديل ده في حاجة شغلتها وان مشوخة بالي الحاجة دي بتقفل لك اللي هو ان انت ما ي تموتش بصراحة ما لهاش طعم تاني. المهم يا سيدي الحمد لله قدرت لغيها من شوية. وايه كنت واقف دلوقتي سيبت اللعبة ورحت عملت حاجة. وانا ببص كده من بعيد لقيت الشخصية بتاعتي او الكراكتر بتاعي قاعد بتحرك كده كان في حد بدرب فيه. المهم يا سيدي في حالة النهار ان شاء الله عايزين نحول الحفار ده من هذا الحفار الصغير الى حفار عملاق. طبعا انت لو ما تبعتش الحالة اللي فاتت فاحنا في الحلقة اللي فاتت عملنا هذه البتاعة. الالة دي جماعة من اجمد ال الات اللي عملتها حرفيا. الالة دي كل اللي هي بتعمله ان هي بتحضن الشجرة وتفضل توفرم فيها لحد ما الشجرة تتقطع مية حتة. في حد فيكو على العميود احنا عايزين نكتلون الالات بالزبط كده ده اللي هيحصل ان شاء الله الحلقة دي. وممكن ما تحصلش لاني بصراحة عايز ادور كده على مكان مناسب. اقدر ابني في البيت وفي نفس الوقت برضه عايز ادور على المكان اللي هيبقى فيه المادة اللي احنا نقدر نستعملناها البطاريات والطوب والحجر وحاجات من دي كتير يعني اللي هو لكسير الحياة. عرفتوا انتم الازازة اللي هي دي. شفت الازازة ايوة بالزبط كده. طيب. الادوات المطلوبة طبعا انا حاولت ان انا اصلا على شوية ادوات في الكواليس. ففي حاجات هنا مش هنحتاجها. فانا يعتبر كده زبطت الدنيا هنا. ان شاء الله يكفوا. ربنا يسهل ان شاء الله. عندك هنا برضو صناعة البتاع دي. بس عايزة حديد مش اكتر. فقلت خليني اعمل عربدي منها بما ان ده عربة طوب. فهنحاول ان احنا نزبط العربية ان هي طوبة من طوب اه اصلي تبقى من حديد ومن حديد اللي هو الجامد ده. وبالاضافة كمان ان هي مش هيبقى فيها مساعدين. ده كلها هتبقى كويتشات كبيرة بالنوع ده. يعني ان شاء الله يا جماعة يبقى تمان كويتشات يعني اربعة في كل اتجاه. طيب تمام اصلا زبايتهم يا جماعة. اصلا في حاجة بعملها في بعد كده ادخل اجيب الحاجات اللي انا عايزها بالزبط. طبعا هنحتاج اتنين مطحنة وهنحتاج خزانين. الخزان التاني موجود هناك. ومحتاجين اربع مفارم المفارمة التانية ب هعملها هيبقى لكل مفارمة يعني مساعد معين. ليه بقى? علشان يعني هتسرع من تكسير الحديد وهكذا يعني. وهنحتاج الخزان ده وطبعا فيه ماتور هناك كده احنا احنا امورنا تمام. وطبعا الجهاز ده انا جابه عشان هحطه في البنزيمة فهنسيبه دلوقتي. اولا كده في السريع طبعا يا جماعة حبيت ابدأ كده في السريع لان الحلقات بتاعتي لحس ان هي بتطول اوي وبتالك بتاخد جيجات كتير اوي من نت يا لأ هوييييييييييييييييييي بقى خلصت والله خلصت مبارح. ونحن تقول لي يا رب ان انت تقيل ليه فيه ايه بالزبط. تقتالي البقى باشا خلصت ولا بعته اتزار ولا قلو له لأي حاجة يا جدع والله العظيم حاجة اتجيب ان شاء الله. المهم يا سيدي اول حاجة هنحطها اكل معتاد وهي المخازن هنحط مخزن هنا والتاني جنبها كده ايو اهم حاجة يبوسوا بعد بعد كده نحاول نقفلها كده كلما بعد. طب واحد اقول لي عميبيدوا التاليب تعملوا من الحديد لان يا جماعة الحديد خاصاتها الحدي الاسود والحديد ده بالزيت لما يجي العيل تقعد تخبط فيك مش هيقدروا يكسروا حاجة من البتاع دي واعملوا حسابكم ان شاء الله في الحلقة الجاية هحاول بقدر امكان ان احنا نبني البيت لان البيت لازم لازم نبنيها عشان بصراحة ابدأ ابني واعمل بقى مزارع ودينة دي كلها عشان نبدأ نجيب الاسلحة والشوبجان والكلام ده كله وبصراحة حسنا حاجة في اللعبة دي لما بديت كان معايا سلحين ودي بصراحة حاجة جمدة جدا جدا ووفرت عليه كتير معايا بصراحة ما استعملتش الاسلحة كتير ولكن اتمنى ان احنا نستعملها الايام الجاي ان شاء الله ربنا يسهل حط كده يا مدير كده الجهازين محطوطين نفس فكرة الجهاز اللي برا بالزبط بس ده هيفرق انه هو هيبقى له كده اسلحة من قدام بتكسر السخور بعد كده نبدأ نجيب السنديق بسم الله الرحمن الرحيم هو انا كنت حطي السنديق فين هنا هنا اه هنا ادي واحد اه طب كويس ان انا عامل اتنين وهاتل الكمبيوتر طبع المرة هنبدأ نحط بقى الصندوق يا باشا ايوان عايز الاتن كده يبقى بالعرض زي بعض الله يعطيك الف عافية يا بسم الله ما شاء الله والله يا جماعة بفكر صراحة وصل ما بينهم مسورة عشان لو صندوق منهم اتملع معينه اصلا من سبع المستحلات يتملي لان انا اصلا لفت لف بقالت الشجر مبارح ما جبت ليش الا يعني الصندوقين ما تكملوش اصلا صف واحد لاجأ انت تخيل يا نهار ابيض يا جماعة لفت لف عليها بس اعايز اقولك انها جماعة كمية اشجار مش طبعية ايوة كده دي حلقة الوصل ما بينهم هو ده مطلوب اسباته طيب هنيجي ب عايزين نقفل الدوران ده داير ميدور بس ثانية واحدة انا اقدر ابني هنا ولا محتاجين نزود واحدة اتوقع ان احنا محتاجين نزود كمان حديدة فخليها نشد كده بالشكل ده بعد كده بقى نبقى نغلف ده كله طب سواء بس نشوف التغليف التغليف برضو مش هيمشي من هنا فلازم يمشي من هنا تقريبا اه بالزبط كده هندي كده تغليفها بسيطة كده صغيرة وممكن برضو نزود كم واحدة اقول لك انا عمل حاجة كده زي العسل وزي الفل هنيجي برضو هنا ما عايزتك بس يشيل الحتة دي ونبدو برضو نغلف من هنا كده بصراحة يا جماعة انا بحب التغليف كده ببشكله جامد وانا قاعد اغلف كده وكزلك الامر برضو في الاتجاه تاني بالشكل الجامد ده وطبعا ما ننساش طبعا الجزء الخلفي بسم الله الله وما صلى على النبي زي ما انتم شايفين كده تقريبا جماعة شبه انتهينا من الجهاز اللي هو الخاص بتحتهم الصخور نفسه ونبدو بقى نجيب البكر ده ونبدو بقى نحط الكويتشات مسا احنا هنحط مسا هنا في هذه النقطة و بصراحة بحاول ان انا اوزحهم بانتظام عشان بس ايه الدنيا ما تبص مننا وهنيجي برضو للتالت هنا مع اني برضو حاس ان كده هيبقى فيه فراغ آآ وراء ولكن عندي ما فيش اهم مشاكل لا اوو ده مزبوطة طب والله كويس جدا هيبوا بالشكل ده زي ما انتم شايفين طب ايه عم يميدوا شمانة عملتها كده ما خلتهمش الكويتشين بس عشان يا جماعة العربية دي هتبقى عاملة زي الدبابة بتلف كلها على بعضها يمين وشمان فهم انت الموضوع ازاي فهتحتاج الكويتشات دي كلها نيجي برضو لنفس الكلام هنا نبص برضو نعمل كل واحدة قصاد الكويتش بتاعها دي واحدة تلاتة اربعة بالشكل ده نبدو بقى نركب الكويتشات يا سلام بص بقى باشا شايف شكل بتاعه عاملة زي اسطورية واحد يقول يا عم يدو انت هتحط فين يعني انت هتسوي العربية ازاي وكده يا باشا كل حاجة هتبقى فوق شفت انت المكان اللي فاضل فوق السنة دي ده احنا هنحط عليه عجلة القادة كلها هنيجي بقى هنا للجزء الامامي الجزء الامامي بصوا اح هم اللي بيكسروا الصخور فاحنا هنحاول ان احنا نوزحه يا مسلا نحط هنا وهنا ولانتجاه التالي نفس الكلام وهنا يعني اتوقع كده الشكل ده تمام نتأكد بس اللي في النص اتنين وكذلك الامر برضو لأ اللي في النص هنا تلاتة يا معلم خلاص يا باشا بعزنا تكسر دي من هنا وحطها هنا تلاتة الله ينور عليك عم يدو بس انا بصراحة يا جماعة اودي بصراحة ان انا خليها في النص شوية لا اقول لك على حاجة ماشي كده كويسة جدا هنقدم دي بس سنة ودي سنة ودي س الاتنين في النص دي يا جماعة ممكن يخبطوا في بعض بس احسن مما فيش نبدأ بعد كده نجيب المساعدين ايه لازمة المساعدين دول المساعدين دول يا جماعة هتحطوا هنا كده هم الكل دول فيديتهم ايه بقى ان مسلا في صخرة مسلا على الارض وبتحاول تزوء العربية الورا هو المساعد هتشفت لجوة والبكرة الشغالة برضو تقعد تكسر فيها وهكذا هنبدأ بعد كده نجيب اه ولياكم مسلا ده مسلا كده نبدأ نحطه هنا عشان نقدر نحط البكر تدور بالشكل ده شوف يا ب عشاء جدا 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 نحط هنا واحدة اتنين وبصوا بقى دول يا جماعة هيخبطوا في بعض خط يا لهوي ربنا يسطر عليهم هاتلي بعيزنا كده التالتة دي يا باشا حط هالي هنا كده يا مدير كده هقدر اقول لك ان احنا انتهينا من البكر او الجزء الرئيسي المسؤول عن تحطيم وتكسير الدنيا كان ممكن بكل سهولة ان انا ما حطش العصيان دول وحط على طول المساعدين ولكن في مشكلة هتواجهنا وهي انه هيبقى المسافة سيارة فبالتالي البتاعيود دول مش هياخد راحتهم في التكسير والتدمير وهكذا نيجي بقى هنا للجزء الامامي ده نسيبه مفتوحه خلاص مفيش اي مشاكل بس برضو ممكن نعمل هيا نزام برواس كده او حاجة زي دي كده لطيفة لزيزة بحيز دي مسلا ممكن نعلق عليها كشاف بتاع الكلام ده كله ولولك على حاجة حلوة برضو ماشي كده يا مدير تقدر يتمشي كده طب الحمد لله كويس كويس ان هي مشت كده زي الفل بالشكل ده ان شاء الله يا جماعة هتبقى كويسة ياه لو تبقى كويسة واللي فالي يا له ده هتبق خرافية دي اطلع كده فوق عزين برضو جماعة ندخل عند المباني الكبيرة عند العالي بتضرب نار بس انا بصراحة محتاج ان انا اعمل دبابة او مدرعة بحس ان انا مسلا احاول ان انا اضرابهم واكسحهم وكسحهم تكسيحهم كبير بقول لك ايه يا اسطب عليش بقى شلي بس الجزء ده من هنا ليه بقى عم يميدوا عشان بصراحة انا هعمل دي زي السلم كده احاول اوصل اه لا ده نطلق يلا هرقبت احاول اوصل للمنطقة اللي فوق ودي اللي هدب فيها غ ارفض القيادة احنا برضو ممكن نسيب الجزء الخلفي ده من غير اي حاجة سيبوا كده عادي ما فيش اي مشاكل انا بصراحة جماعة متعمد ان انا ما اقفلش الحتت دي كلها علشان صراحة خايف على الموارد بتاعتي نبدأ برضو نقفل الدنيا دي كلها بالشكل ده ايوة سي الفل كده نفضل معايا ستة بس يا نار ابيض كنت عايز اقفل الكوتشات دي ولكن هنسيبهم كده وخلاص كده مية مية نبدأ نجيب بقى الكورسي بتاعنا ونبدأ نجيب الكمبيوتر المطور ده بالموازمة يا جماعة اخدتوا كده من احدى الاجهزة عشان بصراحة حرام يعني فهم انت الموضوع ازاي نبدأ نحط الكمبيوتر المطور بتاعنا هنا في هذا المكان ونبدأ بقى باش هنعمل ايه هنا نجيب المفاتيح هنحط مفتاح هنا ومفتاح هنا معاني بصراحة حاسس انه في في يعني ايه يعني واحد ازاي ازاي دي جاء كده مش فاهم اه الاجهزة نفسها يا جماعة هي المش مزبوطة تاني واحد يعمل حاجة اه والله يا جماعة الاجهزة مش مزبوطة ده طالع سنة وده داخل سنة لا يسطب علش وريني كده من بعيد اه والله يا جماعة تحس الجهاز ده عايز يطلع سنة طب ايه اسيبه زي ما هو خلاص يا عم خلاص هنسيبه زي ما هو خلاص لانه لو طلع سنة ممكن يباوز ده الدنيا بس سواني بس احنا هنتأكد من حاجة طب اقول لك ايه ثانية واحدة بس ممكن تشيل لي الصندوق ده احنا هجرب كده حاجة في دماغي هو ده لو اتشال وتحط هنا كده سنة يمين لا مش هيردى يتحرك خلاص يا باشي خليك زي لا 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 باشي في الناحة التانية مش هيردى يتحرك الاسف الشديد سوء لذلك هنسيبه زي ما هو كده وخلاص ايوا اركب كده يا مدير سامع صوت الودج جد يا جدعان ربنا يسطر المقام يا سيدي هنيجي هنا في الجزء ده كده نبدأ مسلا نعمل اعملها ولا بلاش عايز اعمل نظام عمود العمود ده هيبقى عليه بتاعها كده بتوعب تلف يعني يمين وشمال كده كأنها بتنور فاهم انت زي اقول لك انت تفهمني دلوقتي بص يا سيدي انا هنحط ده هنا حلو بعد كده هنجيب واحدة ز دي حلو الكلام ممتاز جدا بعد كده يا سيدي هنيجي نجيب هزا الكشف من هنا بس انا بصراحة كنت محتاج كشفات تانية كده بهزا المنظر الفضيع وعندنا هنا برضو كمبيوتر مطور طب بسم الله ان شاء الله هتلبعيزنا كده الماتور التانك ده فيه بنزين اوه طب هاتوا ده يا باشا لا التانك ده يهمنا جدا 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 خليها مساء ولياكن نحط التانك ده هنا في نصهم كده بالشكل ده او لو ينفعت الزق في النص لا والله يا جماعة حتى التانك برضو انا بس اللي مديني حاج واحدة بس في سكراب ميكانيك ان مش كل حاجة مظبوطة بالزبط زي ما انا عايزة عادي ما فيش اي مشاكل نبدأ بقى نجيب الماتور بتاعنا الجميل اخر خمسين مليار حاجة ونحطه فيه نحطه هنا كده جنبنا في هذه المنطقة حلو الكلام وهتلب المرة كمبيوتر عندك ده مطور العادي يا ستا لأ كمبيوتر عنده مطور يا جماعة خلان سيبنا منه ده اكيد هنحتاجه في حاجة تانية فمش هاخده او مش هلمسه كان معنا كمبيوتر هنا تاني تقريبا انا صنعته هنا وما اخد اي وهو ده وهاتل الكشاف ده كده احنا معنا كم كشاف ادي كده اتنين وبعد ازنك بس يا رئيس ممكن تعمل لي كمان كشاف بس يعني حبيبي يا ادارة تسلم ولا اقول لك خليهم كمان اتنين برضو لان احنا كده برضو هنحتاج كشفات تانية يعني كويسة بس انه ممكن بعد ازنك بس ولا اقول لك حلو حاجة سيبي التانك ده في الاخر يبقى نوصله عشان بس ما اعمل لاش ازمة تسلم يا خالي يا رائي يا حبيبي الملايين بص بقى يا سيدي شوف بقى اللي يحصل هنا بق بس والله التانك ده يا جماعة لازم اغير مكانه عايز شوف له مكان تاني وحطه فيه طب بص يا سيدي هنيكي هنا في الجزء ده هنبدأ نسلا نحط الكشاف وليكن كده وكشاف تاني بعد ازا كده هاتو وليكن كده في الاتجاه التاني هو يا جماعة طبيعة الحاجات اللي زي دي بتنور ايه يعني ابيض ولا اصفر ولا ايه بالزبط انا بصراح ما عرفش يعني المهم احنا اصلا كده كده هنخلي الكشفات بتاعت العربية دي باللون الابيض بحيس كده يبقى يا لهو ده هيوب بشكلها مرعب يا جماعة والله ربنا يستر حطي باشي الكشاف ده كده والكشاف التاني كده بحيس دول كده يا جماعة ينورونا الدنيا كده وانت عاد فوق شغال ليه النهار يا باشا هم بنورين وامورك تمام ومشال هم اي حاجة حال واو كده زي الفول كده ممتاز جدا هنجيب بقى الكمبيتر العادي التاني نمبر تو ونبدأ نحطه مسلا فوق اخينا ده ولا قول لك الحاجة ما تيجي نعمل لنا كده حاجة هنا ولا قول لك خلاص يعمل حاجة كده زي ما هم وورا كده بالش بقى اه هذه القطعة هنا طيب ايه اللي هيحصل بقى بص يا سيدي احنا اول بس ما نعمل اه تلتمائة وستين ونعمل هو المفروض بقى هيبقى يلف حولين نفسه بس طبعا محتاجين نحط له زرار طبعا بصوا يا جماعة في هنا ازرار معينة عندك مسلا ثانية واحدة بس اللف ده هنا هنخلي الزرار رقم واحد هيبقى متوصل بالكمبيوتر الاسود لان ده هيبقى سواني بس ايوة لان ده هيبقى الكمبيوتر الخاص بالاجهزة اللي تحت كلها يعني اللي هم اجهزة التحطيم دي بالشكل الجامل ده نبدأ بعد كده ثانية واحدة انت بتركبني ليه يا زميلي امسك كده يا مدير هنخليهم كلهم تلتمائة وستين تلتمائة وستين تلتمائة وستين تلتمائة وستين تلتمائة وستين ونعمل لوب ونشد يا بشعة الاخر ودورة لما نركب تيجي تشغل ثانية واحدة بس نوزل كده عربية على الارض بسم الله ان شاء الله اهم كده الوقت يشغلين في وضع اللوب اه شفت يا جماعة الاتنين اللي في النص ازاي خبطفوا بعد مش مرتاحين ازاي يعني اللي هو بقول له اتخر يا ابني ش اكس بعض يعني انت بس لو درت مش هيحصل مشاكل ما بينكم والله معارف يا جماعة طيبوا انت برضو ممكن تدور عكس انت التاني انا عايزكم ايوة كلوك كده تشتغلوا عكس كده مية مية هم شغلين عكس بعض كده زي الفل ممكن بقى اقزح الى فوق حلوة كلمة اقزح ده يا جماعة المهم يا سيدي المخزن ده يا جماعة او الخزان بتاع النفط ده لازم اشيله حطه في مكانت انا اقول لك الحاجة خليه معايا فوق احسن لنا اه حطوا كده في الانتجاه التاني برضو ع عشان يبقى فيه كده زحم حواليك كده انت كده ملك زمانك وملك سلاطينك والدينيتك الحلوة فبعايزك بس ممكن تلزق هنا اه كده زي الفل يعمل حاج مية مية هنجيب بقى الجزء ده ونبدأ طبعا ده المفتاح هنخليه مسلا رقم تلاتة وعندك اللونب دي هتبقى رقم اتنين فسوه بعد ازنك ممكن تتوصلوا كلوكو هنا واتوصل هنا كده دول شغالين حلو ده كده بنوع طب ممتاز جدا وبعندي سؤال هم هيفضلوا يلفوا لقابد ولا في ايه يا ابن التوى يا ابن ما احنا قفلناكم اه? ده شغالين للابد دول يا جماعة طب بصوا خليها كده نزودوا بكلهم تلتمائة وستين نهايات كده بالشكل ده وان شاء الله اتمنى ان هم هيكسروا سخرة ان شاء الله هيكسروا سخرة على فكرة بكل سهولة شغل كده يا بيشا ما هو كله شغل اه لا كده واقفوا صح? الاخير ده عشان يمكن بلف عكس فهو مش عايز يوقف. خلاص يا بيشا احنا اسفل لك ممكن توقف? طب شغل وقف تاني? ما هو انت لازم توقف ص هي طبعا العربية هتحوض يميني وشمال ازاي? لازم بقى نعمل هنا حاجة طاعة? هنيجي مسلا من هذا الجزء مسلا نفتح فتحة كده نبص بصها ماشي. فتح لي كده مسلا خمس فتحات هنيجي برضو من نفس الاتجاه في الاتجاه التاني طبعا احنا هنعد هنا تلاتة بلوك وهنيجي هنا كده وليكن مسلا في هذا الجزء. بعدزنا كده ممكن تجيب لي بكر ومساعدين بعدزنا كستة. آآ نخلي مساعدين صغيرين لا مساعدين صغيرين يا جماعة مش يقدر يحوض العربية بكل س بس المشكلة احنا عندنا هنا المساعدين كلهم آآ مش مطورين فاآ ان شاء الله يا رب يعني اتمنى ان هما يخلوا الدنيا كلها تلف بقول لك يا اسطا صناني واحدة من دي بسرعة بس بسريعة عشان مش فضيل لك. ناكل بالمرة لما يخلص الباشا. ايه خلص يا معلم? يا ده انت سريع قوي يا اسطا. بسم الله رحمة ورحمة. كويس كده معنا اتنين زي الفل. هنبدأ بصوا بقى يا معلم. هنحط هنا واحدة. ونفس الاتجاه التاني واحدة. وهنبدأ نحط هنا حديدة. وبعدين مساعد. حديدة. وهنا نفس الكلام. ممتاز جدا. نبدأ نقوي على قد قدرته. بس يا رب يحوض بسرعة. ما حوضش بسرعة يا جماعة هنضطر ان احنا نطوره. نازل بقى كده على كده يا مدير. بسم الله ما شاء الله. هنيجي بقى هنا. ونبدأ نوصل هؤلاء المساعدين هنا في هذه المنطقة. طبعا يا جماعة انا بقول هؤلاء يعني اللي هو ايه يعني بهزر يعني فهم انت الموضوع ازاي? نبدأ نحاود يمينش. اوه ده شغالين كويس هوم يا جماعة. مش محتاجين والله. ينكر عشان وما وقفين. بس المهم زي ما انتو شايفين بسم الله ما شاء الله عليهم. هنبدأ نجيب هذا المفتاح رقم تلاتة ونبدأ نوصله برضو في الكشفات دي كده. ونبدأ نوصله فين هنا. شوف بقى لا يحصل. اول ما دوس كده بص ده اللي انا عايز اوصله بالزبط. يفضلوا كده يلفوا في حركة دائمة او حركة دائرية. ودول كده يا جماعة يبينوا ان فيه هنا خلي بالكم يا رجالة فيه هنا انزرات وحاجات مخيفة جدا فخليوا بالكم. وبسم الله ما شاء الله. يبقى كده. وادي ر رقم تلاتة اللي هم الحاجات اللي زي دي. كده انا اتوقع مش ناقصنا اي حاجة غير ان احنا نبدأ نوصل الماتور وبصراحة الماتور انت شكلك لازق يا ستا شوية فممكن بعد ازنك بس يتيجي هنا كده سين اه بس عشان برضو هحس النفس كده مرتاح. نبدأ بقى نوصل الماتور ده يا جماعة. المشكلة الماتور ده ما عرفش بصراحة هيتوصل على الكام كويتش. فلو لو هيعوز اكتر من كويتشين فاحنا كده اتزبطنا. يعني قصد مسلا مش هيوصل مسلا ستة كويتش تقريبا طورتو ولا ما طورتوش? خلا بس يا جماعة نبص هنا كده عند الجهاز الكبير ده. انت فيك ايه اصلا انت? انت ايه ايه اللي محضوطة عندك كده بعايزنك بس ممكن توريني. انت عندك هنا ايه ماتور ايه? لا ده جدعان ما عندوش ده ابن اللازينة ده لا حولها ولا قواتي الا بالله. ما انا بصراحة مش عايز اسحب بصراحة من الكمبيوترات اللي هنا عشان برضو من بوص الدنيا. ايه كده كده خربانة. وانا كده كده اصلا بروح اجمع خلينا عمل الحاجة انتور الماتور. وخلاص بقى واحد ايه. ان شاء الله كده يا جماعة يبقى كويس. كده كده ان شاء الله يبقى كويس. هيقدر يشغل الكل ان شاء الله. نبدأ بقى نوصل هناك بقى كده واحدة واحدة. بالله عليك يا اصلا اخر كويتشين بالله عليك. فضل كويتش. الله هو اكبر وصلهم هم الكل. نخلي دول كده اتجاههم للامام. عشان بصوا بصين اللي وراء ازاي. كده زي الفل وكده مية مية. نبدأ نوصل فين بقى? في هذا البتاع. ونبدأ نوصل البنزيم في هذا الماتور. ونبدأ نركم المعلم دوس بنزيم. ايوة يا مدير. كده يا شباب زبطنا العربية يا بسم الله من شاء الله اللي ام صلى على النبي عليها. دي بقى بكل فخر ان هي هتقدر تحطم اي صور بزا ما انتم شايفين برضو المساعدين محتاجين تقوية. انا معي كم كم كمبيوتر هنا معي حوالي خمسة كمبيوتر. ممكن نحاول برضو ان احنا نطور المساعدين شوية بحيس تحويدتهم تبقى احسن من كده. وانا ان شاء الله في الكواليس تلوقتي ما لقي كمبيوترات او كده وما علم يا جماعة خلي بالكم المزرعة لما عملها هتبقى جمدة جدا 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 جدا. اطور انت باشي اخد لك كده واحدة اه محتاجين كمان بس كمبيوتر وانطور المساعدين كده على عدد كويس بقولك ايه اصلا من تانية كنت شايف عندك كمبيوتر قبل ما بدأ تصوير. انا حاس ان اكت شايف عندك حاجة زي دي. ازاي يا جدع? ما عملنا انا اخدتها? ده ايه ده? الله يشكل اخدتها منك يا زلمة. ممكن بعد ازدك عم تديني كمبيوتر بس من معاك هاجب لك هعوضك والله العظيم انا اصلا كده كده ورايه طلعة تانية. حد فيك يا جماعة قلي عم يميدوا خلي بالك ان انت ممكن تعمل اشخاص دي بدل ما تخلي كل مساعد لوحده ده انت اصلا ممكن تخلي ما بينهم عصائي مشتركة والعصائي المشتركة هي المسكة كويشيت بحيس تخلي الحمل على السوستيتين مع بعض مش عسوستة واحدة. فكرة حلوة برضو هعطها دلوقتي في العربية ونجربه هي ماشية. لو طلعت كويس يبقى مية مية هتريح نجامل دي. اطور يا باشا. رقع الاخر كده انت مية مية امورك تمام ارمي يا باشا العراء على الارض انزل يا مدير الله يعطيك الف عافية. فيه برضو حركة هنا يا جماعة هو انه ده يا جماعة فيه ايه? فيه لمبة بصوا هنا هنا بصوا بقى بالنسبة للبتاع اللي هنا صراحة عايزة اعملها هتبقى نازلة كده شوية بحيس مسلا تبقى طالعة كده زي السلم فهم انت ازاي? يعني مسلا تبقى كده? تبقى مسلا بالشكل ده. كده ممكن تبقى مهدومة شوية. المهم هنعمل كده اطلع يا باشا. دخل سنة واطلع سنتين. بس انا بصراحة حاسس ان العدد هنا اكتر من هنا. في ايه يعمل حاج? ما لك انت بقى? اتوقع كده يا جماعة بقى مصبوطين وكده مية مية. اه يعمل حاج كده زي العسل اهي. خليني بس ارجع في السريع بقى وابدأ احط بقية الحديد المعادة هنا. ونخلي هزا البتاع يعمل لنا بقى ايه? الحديد ده حقول الحديد اسود لان الحديد اسود ده بصراحة احنا بحبه جدا جدا جدا. فيه البلوكس معلم? هو ده. اعمل يا باشا وخليك شغال يا باشا الله ينور عليك بقى. خليك شغال حد ما رجع لك بقى. هو اصلا كده كده لما بعد عنه سنة بسيطة ويعادي يسكت وبتاع ويهزر با عانا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يا مدير. بسم الله ايوه يا باشا ان شاء الله يا جماعة أنا متفائل. فين 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 ب인 اي سخور? اي سخور يا رجالة. يا لهو اين لاجي يا جماعة ده? فيه لا احيطة لاجي. آه فيه سخورة هي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم يا مسائل حالي يا رب تكسر كده مدير? تكره جماعة هتكسر? لا انتم بتهزروا اه? لا لا انتم بتهزروا يا جماعة. فيه يا اسطح? لما احنا كده مش هنخلص صراحة. او الله العظيم. ما نمقوي السرعة بتاعتكم على اخر. بس انا عرفت بقى اللي فيها يا جماعة. انا اصلا طورت اصلا في الكواليس او في الحلقة اللي فاتت تقريبا طورت البتاع بتاعة الخشب هنا فيه كمبيوتر منهم اتطور على الاخر بالغلط. ما خلال ناخده يعمل حاجة ده ما نضيع وقتنا في تطوير كمبيوتر جيد وكده بسم الله بسم الله. ايوة الاجهزة عند بعضها يا صاحبي بس ثانية واحدة بس الكمبيوتر اللي هنا هتلاقي كله التسعينات عليه مش كده. طيب ممتاز جدا كله التسعينات جهة اليمين وهو عاكس وخلاص طيب ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن اطلع تاني بعد ازنك والله انا اسف افندي بالحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم يا مسالح يا رب بسم الله. واسع يا معلم. شو شو يا جماعة? الماتور شارس ازاي? والله الماتور شارقها? ده فيه هنا عندنا ناس كمان. بسم الله شغل كده مدير? ايوة كده بتكسر. بص 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 يا سلام هو ده اللي انا عايزه بالزبط. شوف شوف شوف? بتكسر بقى بكل سهولة اهي. والله شوف في ثانية ازاي? هو ده بقى لانا حب. وانا بقى بصراح بحب الاجهزة دي. كان فيه واحد بقى يا جماعة شوفته كان عامل بقى نظام جهاز كده بيطلع من فوق انزل على الصخور من فوق يفضل يهريه لحد ما يوصل للارض. بس بصراحة ما كانش عامل الصراحة اللي اتفرجت عليه في الفيديو ما عجبنيش. انا طبعا بجماعة لازم ادهر يا جماعة اشوف حاجة عملية الاول. بعد بعد اشتغل من دفعه واجرب. لان فيه ناس كتير مجربة. وده بصراحة صح يا جماعة. انت بفوض تبدأ في المشوار اللي انتهى منه الناس التانين. ما تبدأش من الصفر. لان ده يا جماعة دي بتوب عيب مش ميزة. لما مستك ان انت تبدأ من حيث توقف الاخرون. ليه? لان مسلا انت بتوفر عليك عدد ساعات ومجود كبير ودنيا والكلام ده كله. لان احنا عندنا برضو هنا في دولنا العربية بالزاد دايما بتلاقي الناس كده بردشوش يا جماعة رجالة اللي جاي دي. الا والله مش يا باب عاملين يا رجالة. تعال اصلا ما بتخبش خش علي. ده المفهود يا جماعة عملوك هنا بالاحضان يا زميلي. ادخل عليك والترويط هنا فبتاع. لا بص يا باشا ما يهمنيش. تخبط في مين يا اللي? تخبط في مين يا اللي? تخيل بقى لو احنا عملنا خشب او حاجات. يا لاوي كان زبانات بغدلت دلوقتي. تعال معالي تعال يا قلبي. والله يا لاوي. ده انت ما بجبتش كده دجاب كده. لا 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 قواتي الا بالله. هو اتفرم يا جماعة بصراحة واختفى. بس ما نزلوش حاجة اولاد اللازين يا اولاد الجعانة. ما عندكوش حاجة تنزلوها يخربتكم. شغل يا باشا البتاع التالتة دي بس خلاءة كده شغالة ايوة الله ينور. انت بس وقف كده بص وهم المساعدين بدخلوا اصلا وبقشروا لوحدهم. ما لكش داعوا انت بتشلش هم اي حاجة. اهو سنة سنة. واحدة واحدة ولا يهمك يا زميلي. يا سلام. ده يمكن اعظم جهاز ده يا جماعة اختراعته بسم الله. ما شاء الله اه كس كس كسة بتديش فرصة. وكسر ده برضو بسم الله الرحمن الرحيم يا مساهل حال يا رب بسم الله. يا سلام. طب والله يا جماعة متعة. والله يا جماعة متعة بشكل مش طبيعي. وطبعا هنا طبعا انا مش شاء الهم الكربوه لك يا صب اعزناك ثانية واحدة بس ممكن تسراع لي بس هزا الجهاز ده خليه اللفة اسرع من كده شو عشان صراح شكله مش عاجبني. يا لا هوي شفت الحسان يا جماعة عامل ازاي? يا الليل يا ملايل. وقف كده يا باشر البتاع دي خليه برضو نشوف لنا كده اي اه بص يا جماعة شوفوا الصخور اللي هنا. انت بقى كده يجي لك نفس يا معلم. تدخل تكسر كل الصخور وانت برتاح ومش الهم اي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم يا مساهل حال يا ربكاص. تعالوا. قل مش حسيمكم تقول. تعالوا يا اسطح. تعال انا لن اتركك ولن ادعك في شأنك وفي حالك ايها الاحوال. ابو زلومة تعالى. لن ادعك. لن ادعك ابدا. سأحطمه وكسره كتكسيرة. تعالوا يا باشي. تعال ادار. شوف يا جماعة لايه عدة. اه اجر اجر اجر. والله العظيم لو مسكتك لفرومك. بص يلا شوف العربية. شوف جماعة بلف زي ابن اللازينة. بتنصح علي. انا بنت لازينة. اه ده قال لي بس زكي ابن اللازينة. بس طبعا لما يشوفني جيه عليه بسرعة. هو رح عامله كده مقشطه كده وخلاص. هو كده خلص خلاص خلاص. عليه بقى تحت بقى يتزبط هو. هو احلى حاجة يا جماعة اللي بتزل تحت العربية دي بصراحة ما بطلعش سليم. لازم يطلع كده في في حاجة غلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص بس نمسك هؤلاء العيل الغالبة الصغيرة. يا باشا ايزي. يا باشا والله العظيم ان الجهاز ده جامد. بص يا معلم. داخل ومش راحم. بص واحدة واحدة. انت بس كل سنة سنة سنة. كنت مفهود يا جماعة من الكويتشين. بس المشكلة هنا برضو وحشة في حاجة. ان مدام الكويتش يمسك في جهاز ما بلفش لو ايه اللي حصل. اصلا كنت عايز صراحة ان انا اخلي كمبيوتر هو اللي يمشي العربية بشكل بطيء. بحس مسلا لما اجي ادخل مساء على صخور زي دي. اللي العبية ماشي كده بالراحة. شوفش بالراحة جدا. بحس ان هي تبقى دخلة كده قدام ما تعدش ترجع لورا كل شوية لوحدها. تأثر يا معلم بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. الله اكبر عليك. ارجع كده يا معلم بس ثانيا احدى. انتهي يا جماعة الخزانات. لا والله لسه ما اتملتش. وحلو يا جماعة ان الموضوع الجميل فيه انه في معانا حديد كتير. ادخل يا معلم ما تسيبش. لا ترحم احدا ابدا بسم الله بسم الله التلاتة امعلم. خش عليه بالتلاتة. ايوة لا ترحم احدا يا السلام عليك يا عميمي دقائي. ايدخل كده من هنا كمان بسم الله ان شاء الله. دي مش طييرين هنا حاجة. صل على نبي يا جماعة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله منسوش صحيح يا جماعة تدول اخواتنا ربين ينصرهم يا رب اللهم امين عشان والله دايما بنسى وبالناسبة يا جماعة رجالة اللي متابعيني واخواتي برضو اللي متابعيني من قلب الحدث ربين ينصركم يا رب اللهم امين في كتير والله يا جماعة بتابعوني وانا بصراحة فرحم بيكم والله يرحم اللي مات يا رب اللهم امين كلهم شهداء يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم يا مساهل حالي يا رب بسم الله بسم الله بسم الله يا مساهر حالي رب كسر كده يا مدير. الله يعطيك الف عافية. بسم الله. يا مساهر حالي يا رب بسم الله. ايوة. ايوة. يصدق كسر يا مدير. ما يهمكش. يا رب انتوا تطلع فيه الزخرة يا جماعة. بس طبعا من الحقيقة لو عارفين والله يا جماعة بفكر ان انا احط برضو بكرة تانية تحت ايه تلب لحول هلاقات الا بالله. احط بكرة تانية تحت ايوة حتى وقالوا بالكسر زي. بسم الله ما شاء الله. تعالوا بس انتوا كده رجالاته التانية بسم الله ما شاء الله. ايوة يا عمل حاجة كسر كده ما تسيبش حد فعاله. ايوة نفط كده. يا سلام. يا سلام. والله يا جماعة حاجة جامدة. مش احسن من العربية الغريبة اللي كنا عاملين ها من شوية دي. بس بصراح حلوة والله انجازتني كتير برضو يا جماعة. هي على قد ده او ما فيها بتاع واحدة بس بس كانت برضو مساعداني جامد برضو. مش سهلة برضو خلي بالك. هاتلي بقى الحباب دول اركبه يا باشة في الخزانات. اووو الخزانات يا جماعة ترادة متلاحة وقواتي الا بالله. يا سلام. الجهاز والله زي العسل. والله الجهاز زي العسل. بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب. دلوقتي بقى خلقها ناركن هزا الجهاز جنب اخو. يا جماعة احنا شكلها كده هنحتاج سطحة. ان هي تنقل لنا الكلام ده كله. ولا نوديم واحدة واحدة اكتر. انا بصراحة معرفش المسافة اللي انا همشيها دي اساسا فدي برضو خلي بالك برضو مشكلة في حدة ذاتها كبيرة. اركن كده يا مدير. ارجع كده ورا سين الله يعطيك الف عافية. ايوة خليك بقى كده باشي شغال الله ينور. وحلو القضاء دي على اقل نشوفك من بعيد. خليها بقى دلوقتي يا جماعة في السريع. لا ودويل جدا بسم الله ما شاء الله عليه. تقريبنا يا جماعة فتحنا على مصنع الكشفات دي غريب. كيفين ماشي ازاي? وطريق يعني محدد لك انت هتمشي عليك. طب بتفتكروا نهايته ايه بالزبط? اه والله ايدا نهايته مساجين يا معلم. ما انا بقول برضو ما احنا مش هنمشي هنا من الفراغ يعني افسد كده كشفاتك يا مدير. يا ليل تليل. طب بس انا همسك المسجون ده ازاي بقى? ده فيه اتنين يا جماعة. اه اه نسينا. صحيح نحط تعالوا بقى كده يا رجالة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا لي كده يا الله يلا 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 كل يجيلي. بسم الله. تعالوا ما انا مش هسيبكم لما موت كنتو الكل. تعال يا معلم. تعال يا باشا. تعال يا مدير. مش هنزل لكم زدقني. لا 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 مش نزل لكم تكسر لكم وشيطة العربية لحاجة. افرمكم كده احسن وبعدين بعد كده انزل بقى. تعالى. حلو او كده زي الفل. كده يا جماعة ما اعتقدش ان هيبقى فيه هنا ناس تانية. حلو. معانكم بطريد كتير. عوضنا الله خير. اللهم صلى على النبي. الله هو اكبر. شيل كده وسطه. خزن هنا مدير. استانا يعمل حاجة. انته هو يعمل حاجة بس نخزن الود ده هامل منك دلوقتي. طيب السؤال بقى هنا. المشكلة مش معي اصلا حاجة قدر اعمل بقى اللسان اللي بنزل وبيطلع ده. فاحنا ممكن نعمل آآ لسان مؤقت بحيس مسلا لو انا معايا بقرة ممكن نقدر نعمله بكل السورة دلوقتي. استانوا كده نشوف معانا بقرة. هو مبدئين كده معانا خشب. حلو كلام. لو جينا مسلا في الاتجاهات تاني. اه في بكرتين. طب ممتاز جدا. طلع اللي دقيقة بيشة ده كله كده فوق. وهاتلي بس الخشب انت رايحة في انت تزاري معانا ولا ايه? وهاتلي بكرة من دي او بكرتين. مش هتفرق كديد يعني. بص بقى الحديدة دي انا بصراحة شايف ان يا ملاش اي اسدي اللازمة دلوقتي بالنسبة لي. فخلنا نبدأ نفصل لها كده كلها على بعضها. وهنيجي بقى في الجزء اللي في النص ده. هنحط هنا واحدة كده بالشكل ده. واحدة بالشكل ده. ونبدأ نفتح لسان كده. انا بصراحة عايزة امدك لبرا. ايوة. كمان سنة. انا عايزة بس ايوة. اتوبة بالشكل ده. كده هنقدر نشوت الرجالة الجوة بكل سهولة. طب اقول لك ايه يا اصلا بتم عندكش كمبيوتر هنا بالمرة? كمبيوتر. اوه ده احنا معانا كمان جهاز هنا يا جماعة. لأ ده جهاز رحيسة حطينا فيه يا معلم. ثانية اعمل حاجة ممكن لها جهاز كمبيوتر هنا نقدر نعمل لكم اه ما عندناش هنا جهاز كمبيوتر الاسم جيد. خلاص اعمل حاجة يبقى بعد ما نقفل عليهم نشيلهم. كنت بصراحة عايزة اقفل عليهم هما الكل. دولة بس خلينا يا جماعة نبص كده بص في السريع. نشوف معانا ادي واحد. يا جماعة معانا تلاتة. يا امهر ابيض. عصودة في ايه يا جماعة ده? زيزي سود. والحلو اللي احنا اخدنا زيزي سود هنا تاني. بسم الله ان شاء الله عليك عميم يدوه. طيب خليها برضو بص هنا بص تانية. يمكن يبربع على حاجة. يبقى نوديم دفع واحدة بقى للراجل عشان برضو لما كده نزبط دنيتنا. بس والله يا جماعة الجو هنا سحري. والله العزم شكله جامد بص. تيجي تبني هنا وسط البتاع دي. حاجة راية. والله حاجة راية الرواءان بس المشكلة. انت خايف بس لو في حد مسلا ممكن يرصبا هنا. بقول لك ايه بس اتعلم عليك. اتكسر كي يا مدير. ايو اقف هنا بس اقف 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 خلاص 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 لا توقف المية يا حزين. احنا مش هدلك توقف المية. ايو ارجع يا جماعة سامع صوت ريبوت. بس يا جماعة عربية صغيرة مش هتاخد العدد ده كله. اتقل بقى اتقل. تعال كده. ايوة. ايوة. اخبط يا مدير. اطلع يا سطح. ايوة خليك بعد جوه. تحركش. حلو قوي. كده حطنا واحد. بصوا بقى بالمرة احتياطي برضو. خلان نمدي دول كده هنا كده بالشكل ده. نقفل بس الحتة دي. ونفس الكلام هنا في الاتجاه التاني عشان بس لما ندخلهم هنا يبقى ايه كلهم كده ايه متقفل عليهم كده زي الفل. ثانية واحدة اوة. بس كده. كده زي الفل. البتاع دي يا جماعة اتوقع ان هي هتاخد مش هتاخد كتير يعني. بس ما عنديش اي مس اي حاجة مسلا نقدر نشبكها على البتاع بحس ان هي ترفع. اصلا لو ده كنت عايزة ارفحها الفوق او اقول لك على حاجة حلوة. انا ليه تعب نفسي? بقول لك ايه? افصل كده بشا. انا هقول لك بقى حل جامد جدن 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 جدن. افصل كده بشا الكلام ده. وافصل لي الكوع ده كده بايزة. انا هقول لك انا هعمل ايه بقى هنا? مش احنا عايزين ناخد كل دول? بص يا بشا. مش هنتعب نفسنا يعني في اي حاجة. هنحط كده. واحنا احنا اصلا مد مسلا وليكن كده بالشكل الجامد ده. ان شاء الله يعني عربية تقدر تشد ده كله. ربنا يا اسطر بها يا جماعة اللي اشميل الورق كده يبه الوضوع جامد. ونيجي برضو هنا كده نبدأ نشد سواني بس يا جماعة عشان برضو عايز اعمل برضو هنا حركة كده عشان برضو نوفر في الخشف. هم انت الموضوع ازاي? هنا كده مسلا وعندك مسلا ناخد طب لا ايه يا عميميدو تمام انت مسلا ممكن كنت تقفل دي وتبدأ تفصل من هنا وتفصل من هنا بالشكل ده. رايح جاي وافصل للجزء ده عشان برضو نوفر في المساحة باسم النام ان شاء الله. ونبدأ نشد كده لحد هنا. ايه ده يا ايه ده ما نزبط لكم بس الدنيا يا ايه. بالشكل الجامد الاستورة اخر خمسين مليار حاجة. اه كده او كده مش هيقعب. طيب واحد اقول لي عميميدو طب ما انت دلوقتي بقى ازاي هتطلع العالد يقول. اقول لك الموضوع بس هنزود بس هنا كده اتنين بالشكل ده. وعايزين بس انطلع عربيتنا الجاميلة دي قدام سنة بسيطة او ممكن بس نرجحها كده سنة بسيطة. طبعا لو ده هيقعد الزحلة ادولات الورا ايه ارجع يوه. اه لا انت طاعت اشتغرني بقى معلم. لا حاولها لا قواتي الا بالله. طب خلاص يا باشا خليك زي ما انت اه? ارجع يلا. خش يلا جوه يلا. مش هتطلع من هنا. ايوه انت خليك سابت كده. ومحتاجة جماعة ان انا نقفلها برضو عليهم من فوق. طب ثانية واحدة بس احنا مسلا وطلعنا كده في هذا الشكل. ومن نفس الكلام هنا. وشدينا مسلا شدة كده محترمة بالشكل الجامد اتقيه لاخر خمسين مليار حاجة ده. وكزلك الامر برضو في الاتجاه التاني كده نفس الكلام كده بسم الله ان شاء الله لما صلى على النبي. كده زي العسر. شوف ايوه هي كده متقفل عليهم كده زي الفل. حلو قوي. هنجيب برضو واحدة من هنا واحدة من هنا. حط يا بيشة بكرة هنا بكرة هنا. وشد يا مدير الله يعطيك الف عافية وانزل على كده يا سطا. يا لهوي. طب قولوا لي بقى نزلت هي خلاص. انا بصراحة بكنت خاف ان هي ما تنزلش. المهم هنبدأ نجيب البتاع التاني بقولك ايه يا سطا بالمرة. خليه برضو نحاول نسبت ده كده من نحاول نعمل كده ما بينهم. بس انت مش ممكن تدخل برضو جواس. ادخل يلا جواسنة يلا. ادخل جواسنة عشان نقفل عليك يا. ايه. خليك بقى ثابت كده. التاني ونقفل عليه والتالت ونقفل عليه وهكزا. مش هسبك يا رجال ما تقلقوش. يلا 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 يلا. قوي شوت يا مدير. مش انت يلا اللي بتبيع لي يلا. مش انت اللي بتبيع لي يلا. انتم كلكم ايه كبار كده مش عارفين ايه يعملوا كاركترات كده يا صغيرين وبتاع ودنيا. يلا يلا زبط بس انا عايزك تزبط بس الوساطة بتاعش انا عفى شوتك بالزبط. يا مدير. شوت يا اسطا انت هتدخل جواس بنعانك يا اسطا. بس انت كده اخرج بسم الله ما شاء الله اللهم صلى على النبي. نبدأ بقى نقفل على كده بقى معلم. طلع كده يا باشا. وطلع من هنا برضو كده يا مدير. نفس التطلع بالزبط. كده ناقصنا ان شاء الله يا جماعة دول هيكفوا يا نهار ابيض. خالوا ما يكفوش. اللي حاول لقوة الا بالله. ثانية واحدة بس كده معلم نحاول نركب كده. آآ التالت فين وراء وفي فيه كمان واحد يا جماعة. والله كان فيه كمان واحد. بس اي رأيك في العربية بتاعتنا. اسد يا جماعة. اسد. اسد والله بس. حاجة جاندة بالاخر. بس. تعالوا بقى كده يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بس يا اسطا خد تعالى خد تعالى اقورمي يا مدير. وادخل يا اسطا جوء. ادخل يا اسطا. ايوة. زق زق عجلك كمان. انت اخرج كده. زق مش هطلقوا اصلا كده كده وما اتحبسوا. طيب دلوقتي بقى محتاجين ان احنا ببص برضو بص اخيرة كده يا جماعة قبل ما امشي من هنا. لان انا متأكد اخي ان هما كانوا اربعة مش تلاتة. يا جدع معقولة تلاتة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا الحمد لله على السلام يا رجال. اشفط يا معلم. وان ايه يا لازم كل تتكف بواحدة. يلا باشا. عايزين حاجة? يلا اسلام عليكم. ايوة كده باشا كده احنا خلصنا. بس معاشا يا جماعة اللي ترع وش رموية ده ايه ده? المهم يا سيدي البيت اللي هي اللي بتبقى تحت البيت اسمها ايه? اللي هي الفاكرين اللي احنا لقناها من كام حلقة فاتو? كانت البنت دي او الحشرة دي انت بس بتأكلها كرتون. لك انت بتأكلها كرتون بتطلع لك اللي هو البتاع ده. وزيت كمان يا جماعة لمقراتي في الويكي هتطلع 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 ان شاء الله. قال لي ان انت بتحبس البتاع دي في مربع حوالي تلاتة في تلاتة او او اربعة او اتنين في اتنين يعني فهم انت زي المهم المجموع يببا ستة او يببا اربعة حاجة زي كده. واهم الحاجة تكون تحت المية. وتبدأ تأكلها عادة هتطلع لك الحاجة اللي انت عايزة وهي واقفة مكانة زي زي البقرة كده بالزبط. قلت طب تمام كده زي العسل. الله يا مزهر الحال يا رب بسم الله ما شاء الله. بص 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 شوف فقا الجزء الممتع هنا في الموضوع بقى بس. تجي تعدي كده من قدام. انت لسه بتضرب يسطى طب ممكن باعزك تلم الحاجات اللي عندي دي. والله ما عارف يا جماعة ادهاله ازاي بس احنا هنجرب كده نشوف. هو هيشفوتهم اصلا اول ما يجي اصاب. ها? ايوة شفت يا باشا عيب عليك. اوه ده اخد في اتجاهين. والي يا جدعان عجمدين. شفتوا بقى يا جماعة الموضوع سأله از ازاي? وبس كي شباب كده نكونوا سيطة الحلقة. ملساش بقى لايك والاشتراك في القناة. ان شاء الله الحلقة الجاية. عايزين نبدأ ناسس البيت بتاعنا تقريبا. ما عارش في حاجة تانية هنعملها ولا? بس ان شاء الله الحلقة الجاية هحاول ان احنا نلم او انا لم لوت كتير في الكواليس. بحيز ان شاء الله نبدأ ناسس البيت بتاعنا. ويمكن ناسس نفس الوقت كده مزرعة صغيورة كده حلوة بادوات حماية قوية جدا جدا جدا. مستش بقى لايك اشوفكم على الخير. سلام.